اهلا بكم في حلقة جديدة من زوائي الحدث نخصصه للحديث عن عزم الميليشيا اصدار احكام قضائية بحق المخططفين في سجود عبرت منظمة سامل الحقوق والحريات عن خشيتها من صدور احكام قاسية بحق 36 معتقلا في سجون ميليشيا الحوثي قالت المنظمة ان لديها معلومات تفيد بان المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين حجزت القضية للنطق بالحكم ضد عدد من المعتقلين السبت المقبل دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع اضافت المنظمة ان المحكمة انتهكت كافة اجراءات العدالة وقواعد المحاكمة بصورة سافرة ومتعمدة دعية المجتمع الدولي والمبعوثة الاممي الى التدخل لوقف محاكمة المعتقلين والسير في اجراءات الافراج عنهم دون قيد او شرط كما دعت ميليشيا الحوثي الى التوقف فورا عن التنكيل بالمعتقلين في السجون نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين اوضاع المعتقلين في سجون الميليشيا واثار السمرار انتهاكات الميليشيا على تنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين والاسرة ودور المجتمع الدولي في الحد من الانتهاكات يتابع تقرير التالي ثم نبدأ النقاش اربع سنوات من الاعتقال والتعذيب للمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي لم تكن كافية للافراج عنهم بل عمدت المحكمة التابعة للميليشيا الى استصدار احكام ضدهم دون النظر للطلبات المختطفين وفريق الدفاع عنهم منظمة سام للحقوق والحريات اكدت في بيان لها ان المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي انتهكت كافة اجراءات العدالة وقواعد المحاكمة بحق 36 معتقلا في سجونها المنظمة طالبت المجتمع الدولي والمبعوثة الاممين الى التدخل لوقف محاكمة المعتقلين والسير في اجراءات الافراج عنهم دون قيد او شرط داعية في الوقت ذات ميليشيا الحوثي الى التوقف فورا عن التنكيل بالمعتقلين في السجون وتشير العديد من التقارير الى قيام ميليشيا الحوثي خلال الاسبوعين الماضيين بالتنكيل بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة مانعة عنهم الزيارات الاسبوعية خاصة في سجن الامن السياسي بصنعه وتستخدم الميليشيا المحكمة حاليا كادات قاسية لابتزاز خصومها والتنكيل بهم ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية ويرى مراقبون ان مواصلة ميليشيا الحوثي لانتهاكاتها بحق المختطفين في سجونها يعد اخلالا ومعرقلا كبيرا لاتفاق السويد الذي يدعو للافراج عن المختطفين وامام هذا يقف المجتمع الدولي عاجزا امام وضع حد لممارسات الميليشيا بحق المعتقلين وهو ما عده مراقبون ليس فشلا لسياستها وحاس بل تشجيعا لها في مواصلات انتهاكاتها مستقبلا اجدد اترحبكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة من زوايا الحدث كما ارحب من ينضم الينا من مأرب نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق او عفوا من عدن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الانسان المحامي حسين المجدلي ارحب بك سيد حسين كيف تنظرون انتم في اللجنة الوطنية تحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الانسان الى مسألة اقدام ميليشيا الحوتي على محاكمة المختطفين في سجونها حياة الله أفيد اشكركم بالاستمام بهذا الموضوع وبالحقيقة نحن في اللجنة الوطنية اولا بالتوضيح نجس على نفاتة واحدة من جميع الأطراف وهو مثل الحقيقة في الانتهاكات من قبل قبل أطراف ومن جبال جماعة الحوتي أو من جبال الحكومة الشرعية أو من جبال الأطراف ومن جبال أي طرف آخر هذا نستطيع حتى نستطيع الوطنية وضعات حقوق الانسان المتحدة تسمى بالجماعة الحوتيين ولكن تسمى بشباب بعض الجولة سواء في الملاطب المحررة أو ما تكون بجماعة الحوتي أطلقت اللجنة تجريب خاص عن المحتجلات والمحتجلين في جميع أنحاء الجمهورية المنية كانت تجريب شجر في أغسطس الماضي تضمن جائمة بالمحتجلات الغير جانونية والغير قاضة على غزاب في جميع المناطب كما تضمن أيضا بالنسبة لما جامت به اللجنة من رصد باستخدام الإصلاحية أو السجون الحاضع للجمهورية أيضا استخدام هذه المتاعدة تصفية التخصيبات والخصومة الطرية واستخدام أيضا المحاكم والميابات في تصفية من خصومات في أرسي كما هو الحال المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعها هناك شجر جرارة من المجلس التي تضمن أعلى في اعتبارها نحكم مقايا الشرعية ويعني كنا نتمنى أن نتعلم المحاكمة الموجودة في ملاطق المحررة حتى يكون هناك محاكمات الشحية ومخام محاكمات فعلا عادلة لجميع المتهدين أعتقد أن أحد أهم من باك اللجنة التي انشئت من أجلها ومتي يجب أن يضخنها الجميع لأننا عندما نجوب بسطة الانتهاكات توضيجها والتحديث فيها وحامتها يمنطبع هناك كيانب المسائلة من الأشخاص التي تنقل من دونها في القوضة عليهم وأيضا هناك كيانب رادع الأشخاص التي يمارس الانتهاكات أنهم سيتعرضون للمحاكمات طبعا المحاكمات متعلقة في حروب الإنسان أو الإنتهاكات متعلقة في حروب الإنسان ومتعلقة لا تسبب التزادهم وبالتالي بأي مرحلة ما أمد شيء حق ضدنا الأشخاص المتعلقة للمحاكمات طيب في هذا السياق يعني الآن مسألة موجود مثل هكذا محاكمات وجود سلطة انقلابية لكنها كما يبدو أنها تحاول أن تقوم بعمل سلطة أمر واقع وأن تظهر للعالم أنها تقوم بإجراءات قانونية إلى مدى إلى أي مدى ينظر العالم بهذا الشكل إلى هذه الإجراءات من قبل ميليشيات الحوتي نعم ما تظهر بك الزمع التي تخضع الشعبات هذه كما ذكرت في تشد فمراضح وكما كان بآخر أعتقد حتى الإعلام يعني لا يؤلم لي أعطي حد من التمام إلى جانب موضوع المركز الكبير الشعاطيين من الحاكمات أو خط بعضهم وكما كان موضوع يتعلق بمسادرة الأموال هناك أمليات صادرة كبيرة تتم من الأموال هذه الأيال تحصل لحظة تورو الصلاة وحتى نكون ملتزمين بالحياد ملتزمين لجنة الوطنية نبيت مع الضحايا أين ما كانوا بغض الله سنكون المسادرات من المسادرات تدخل موضوع تقدم القضاء في تصفيق السعادة السعادة لا يقرر أي قانون سواء الوطني أو قانون دول أو حتى الشريعة الإسلامية طيب برأيك سيد المجدلي لماذا تقبل ميليشيات الحوثي على خطوة كهذه على مسألات محاكمة المختطفين لديها المعتقلين في سجونها الآن في هذه الحالة نتحدث عن 36 شخصا طبس فترة أعتقد بالموضوع ترى أنها تفهم بدور الدولة في هذه المناطق تقريبنا الأخيرة حتى نعطي لأمسألة تغمص الجماعة بدور الدولة ترى أن هذا من واجباتها كما ترى نشاهد في هذا الوضع أنها دولة لا تقدم الأشخاص التي يعني جمع الزرائم التي تعتبرها هي العرضة السياسية أو العرضة الإعلانية وفقا المستخدميات الدولية وفقا نحبهم في التعذير عن الرائع وفقا حتى البشتور يمن يتعتبر أن هذه زرائع الضغط عليهم وكشر شفتهم وأيضا ضرضهم أو اتحاد منهم جعلهم كمثل من الآخرين إخراج نصف الأصغار أرجو أن تضفضل بالبقاء معنا سيد المجد يرحب بمن ينضم إلينا من الصنبول الناشط الحقوق سيد موسى النمراني سيد موسى سيد النمر عفوان ما هي مسجدات أوضاع المعتقلين خصوصا فيما يتعلق بالستة والثلاثين الخاضعين للمحاكمة من قبل ميليشيات الحوثي مرحبا بك أخي الكريم مسجدات ما يحدث من المعتقلين في صنعاء تحديدا هناك تضييق كبير في الأول الأخيرة خلال الأسبوعين الأخيرين عملت ميليشي الحوثي إلى التغيير كبير في أوضاع المعتقلين خرم المعتقلون من ملابسهم من الأجوية من الأجوية تعرضوا للتكيي تعرضوا بسجن الانفرادي وحرموا من الزيارات الأسرية التي كان في الأخ كل أسبوع وضعبها كل أسبوعين حرم كل المعتقلين حاليا من كل هذه الحقوق وخلال هذه الأسبوعين كثفت الجلسات المتعلقة في قضية الستة والثلاثين نصر والسلام والآخرين في الجلسة الأخيرة التي أقدت أمس غيّ بالدكتور يوسف البواب وهو كان تقريبا المتحدث باسم هؤلاء المعتقلين ومتفضل الكلام نيابسا عنهم وكان كثيرا ما يتعرض للتعذيب هناك أكثر المرة تعرض للتعذيب جوار كاعة المحكمة في كاعة مجاورة لكاعة المحكمة وكان فوته يسمع إلى كاعة المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة غيّ بالدكتور مجاورة ومجاورة وعرضت النيابة وقيقة من خمس أوراق قالت أنها تكرير المعمل الجنائي ومجاورة ذلك وطلب من المحامين الرد عليها خلال نفس اليوم طلبوا فرصة لرد عليها إلى الجسل كالعادة بعد أسبوع وأسبوعين ونكن رفضت المحكمة طلبهم وخين هددوا بالانتحاب من الكضية المحكمة منحتهم ساعة واحدة ورفعت الجلسة لمدة ساعة واحدة لطلعوا خلالها على هذه الوثيقة وقدموا ردهم وقدمت نيابة تعليقها على رد في نفس الجلسة وحجزت الكضية للنقص بالحكم في الأسبوع الكادم هناك مخاوث كبيرة من أن تصدر بحق هؤلاء المعتقلين أحكام قاسية بالسجن أو بالسجن كما حدث في قضية الإثارة الجمهورية وفي قضية الصحة عبدالرتيب الجبيحي وفي قضايا أخرى حكم فيها بالأقدام هذه المحكمة هي محكمة غير كانونية وغير دستورية صدرة بإنغائها قرار المجلس الكضاء الأعلى ونقل اختصاصها إلى محكمة تنشأ في مأرب وهذه المحكمة أيضا هي التي أفضرت التوجهات المنعدمة بمصادرة أملاك أكثر وتقوم الميليشيا حاليا بحص هذه الأمنات ووضع اليد عليها ووضعها تحت الحراسة الكبائية وأنشأت لجنة تابعة بالمجلس السياسي سمية لجنة حص أموال الخوانة هذه كلها جرائم تقوم بها الميليشيا الخلطية بحق المختبطين في سجونها وبحق المختبطين أيضا في صمعها وفي مناطق في ترسها طيب في هذا السياق كيف تقيم دور الحكومة دور الجهات الشرعية التابعة للشرعية الأجهزة التابعة للشرعية في سياق إيقاف مثل هكذا انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين كان هناك مستائي من إطلاق عن هؤلاء المعتقلين من خلال المحاوضات التي حدثت في سجون والاتفاق الاشتفهي الذي رعاه من الوث الأممي وحضره الأممي العام الأمم المتحدة ولكن ميليشيا الحوثي كعادتها تنصبت من تنفيذ هذا الاتفاق وقدمت شروطا جديدة وقدمت أسماء مختلفة لمن لديها ولمن تطلبهم وقدمت طلب استنفيذ استفاق مختلف عما تم الاستفاق عليه الحكومة أو ممثلية الحكومة الذين حضروا اجتماع سويد كانوا على معرفة متواضعة بهذا الملق وذلك لديهم المعلومات الكافية ولا الموقف الكافي لتحرير هؤلاء المختلفين تعرضوا للخداع وتمكن الحوثيون من كثب الوقت ومن كثب أجهي الجولة من المعركة في هذا السياق رحب بمن ينضم إلينا من عدن المحامي أمين الخديري مدير إدارة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء سيد الخديري إذن أداء لا يبدو أنه مرضي عنها على الأقل في الوسط الحقوق في سياق دور الحكومة أمام انتهاكات الميليشيا بحق المعتقرين في صنعاء إلى الآن ما هي الخطوات العملية التي قامت بها الشرعية ضد استغلال الميليشيا للقضاء وضد أو في سياق إنهاء هذه الانتهاكات بحق المعتقرين في سجونها قضاء الشرعية للأسفة الشديد تحية لأخوة المشاهدين والمشاركين معنا في هذا البرنامج أولا أخي العزيز أن قضاء الشرعية مغير تماما لما يقل في الساحة اليمنية بقرائم الحوتي منذ الانقلاب وإلى اليوم لم تصدر أي مذكرات سواء من النايب العام أو من مدلس القضاء باعتقال عبد الملك الحوتي ومن يعمل معه وسط للقانون القضاء الشرعية إلى اليوم القضاء الحوتيين يحاكم ناس يحاكم أشخاص أبرياء تم اعتقالهم من مقر أعمالهم ومن الطرقات ومن مساكنهم وغيبوا عن أسرهم إخفاء قصر لما يقارب أربع سنوات ثم بعد ذلك زجبهم بتهم كاذبة وباطلة ومنعدمة هم في حقيقة في الأمر مقني عليهم تم يتم محاكمة من قبل قضاء الحوتي هو اعتبر قضاء مملشا جزء من مليشيات القضاء الحوتي جزء من مليشيات الحوتي لا يستطيع عن إذا كان إذا كان هو قضاء الحوتي قضاء مملشا ينفذ ما يملأ عليه من مشرفي المحاكم في تلك المحاكم التي تحاكم الشباب في محاكم صنعاء أما قضاء الشرعية إلى اليوم أنا أقول لك قضاء الشرعية إلى اليوم لا يزالون يغضون الطرف عن جرائم الحوتي وهذه تعتبر مخالفة قانونية على النائب العام وعلى مجلس قضاء الشرعية جماعة اتحمت مؤسسة الدولة قتلت دمرت ولم يصدر بحقهم أي أي أحكام أو أي مذكرة توقيت بحقهم إلى اليوم ثانيا تصرف رواتب رواتب الحوتيين من يحاكم ومن نات من الشرعية اليوم هناك مذكرة بالحج على أموال رئيس والرزراء معين عبد الملك وأملاك رئيس الدولة ماذا عمل قضاء الشرعية إذا كان هناك توقيت على رئيس الجمهورية أن يطيل هذا المجلس ويحلهم إلى المحاسرة اليوم قضاء الشرعية ومشارك في القرائم التي ترتهتها بحق أبناء الشعب اليمني قرأ سكوته إلى اليوم نعم أسمعك بشكل واضح سيد الخديري دعني أنقل هذه النقطة إلى نائب رئيس اللجنة الوطنية التحقيق في الدعاة انتهاكات حقوق الإنسان لنعتبر أن ما حدث أن ما تفضل به السيد الخديري هو بلاغ ما رأيك به سيد المجدل سيد المجدل سيد المجدل هل تسمعوني نعم نعم تحدث السيد أمين الخديري يتحدث على أنه القضاء لدى ميليشيات الحوثي تم ملشنته وأن هناك احتياج أو هناك حاجة على أن يعني أن يقوم قضاء الشرعية بإصدار يعني باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المعينين من قبل ميليشيات الحوثي وإلى الآن لم يتحرك قضاء الشرعية في هذا السياق ولم يتحرك النائب العام في هذا السياق ما رأيك لدى ميليشيات الحوثي حتى المحكمة العليا إلى الآن لم يتحرك سنون بتعيين الدوائر نازلت الدوائر نتيجة تحكم المحكمة العليا في الصنع أنا أعتقد أنه يعني علامات سبحان كبيرة نفسها تعمل التعامل في الصفات الداخل المحاضرة إذا نظري الشخصية يعني منذ العام 2011 حتى الآن من يعمل القضاء حتى الشرع متواصل من إمراض إلى إبرار إلى مطالبات بحرين وبجين عمل هذا يتحمل أعتقد بالنجل الدباء ومسؤول نجل الدباء نحن في دور لكن الدين الوطنية بدأنا من نفتعت رفيلة إلى الدباء لحاكمة المرتفع للأسف أن نحن نعترف للميادة العامة لأن صعوبات صعوبات ماشيشية صعوبات هي كلي عظم صعوبات حتى المتائل إيجاد الأماس لذجرات لكن هذا من المتائل فيها والأمل على حل هذه الإجتالية مساعد الإنتراكات ومساعد عن ما يتم سواء في المناطق المحررات ومع المناطق التي تتخبع سلطة الجماعة التنفي ومشاعد عن ما يتم من المخالفات ومع كل من جرائل لا يرغي أحد ويمكن يجبوه لا من المجتمع الجولي فلا من جماهر وغير العام الحلية الحلية أيضا أن يجبوه المنظوم وارتخاذ عادي السوقات يجبوه للقضاء وحتى يجبوه غيابيا يعني أشكر كنت معنا عبر الهاتف من عدن نائب رئيس اللجنة الوطنية التحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان محمي حسين المجدلي والمعذرة للمشاهدين على صوت الصوت من المصدر بالعودة إليك سيد النمراني في هذا السياق الآن بوضع الاعتبار لما تفضل به السيد أمين الخديري مدير إدارة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الآن اللجنة الوطنية عندما تحقق بانتهاكات بادعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان هي ترفع نتائج هذه التحقيقات إلى النائب العام إذا كان النائب العام إلى الآن لا يتحرك بخصوص قضية ميليشيات الحوثي كيف يمكن أو بخصوص الادعاء على ميليشيات الحوثي كيف يمكن الاعتماد عليه في بقية الانتهاكات التي تحصل بشكل عام أيضا اللجنة تحيل تقاريرها إلى رئيس التمهورية وتحيل بعض الكضايا إلى الكضاء ولكن دعني أعلق على ما ذكر الأستاذ عمين الخديري فيما يتعلق بسليم رواسط الكضاء هو الأصل أن تنتزل الحقومة الشرعية بسليم رواسط كل موضطيها وبما في ذلك منتسبي السلطة القضائية وفي هذا السياق حرص مجلس الكضاء على وحدة الجهاز الكضائي وعلى هؤلاء الكضاء مرتبطين بسليم رواسطهم من صنع الجرعية ما لا تتمثل في تسليم رواسط هؤلاء الكضاء ولكن تتمثل في إهمان حق المجتمع في مقابات المجرمين الذين احبوا هذه الجرائم في حقه وبالتالي لا يمكن أن ننكر على مجلس الكضاء تتمثل رواسط القضاء ولكن على النائب العام وعلى السلطة القضائية بشكل عام أن تتحرك فيما يتعلق بمحاكمة هؤلاء المجرمين وفقديمهم للقضاء ولو غيابيا حتى حتى من قام مجلس القضاء الأعلى بإلغاء سلطاتهم في صنع هم يظلون قضاء موضفين في هذا السلط حتى يكون يعادة توزيعهم على عمال أخرى أو صحف أو صحف قضائية على مجلس تعديد قضائي في سياق الحديث عن الانتهاكات والسمرارها هناك من كان يأمل أن يكون لاتفاق السويد تفاهمات سوكهون فيما يتعلق باتفاق تبادل الأسر والمعتقل أن يكون هناك دور للمنظمات الدولية دور برأيك هل ما زال الآن الأمل منعقد عليهم أنا أعتقد أن هذا الاتفاق ولد مئة وكان من الواضح أنه لن يتم تنفيذه القائمين على هذا الملف من جهة السلطات الشرعية لا يعون شيئا فيه وكانوا يستكرون إلى المعلومات الأساسية ويستكرون حتى إلى أساليب التكتير فيما يتعلق في هذا الملف اضطرهم الفوضيون إلى ارتجال المواقف وإلى جمع معلومات بطرق غير عملية وكل هذا أثر على قوة ملكتهم وعلى طمامة الكهنرات التي يتخذوها شكراك سيد موسى النمراني الناشطة الحقوقي كنت مانع بالهاتف من الصنبول بعودة أخيرة إليك سيد الخديري إذن بسياق أن هناك كان وفد حكومي يعني تعامل مع وفد ميليشيات الحوثي في سوك هولم وشاهدنا تلك المصافحة الشهيرة بين محمد عبد السلام بين وزير الخارجية خالد اليماني رئيس الوفد الحكومي ومحمد عبد السلام رئيس وزيد ميليشيات الحوثيين لكن إلى الآن لا نتائج عملية على الأرض إلى الآن لم يحصل أي تبادل للمعتقلين بمقابل الأسرة وإن كان هذا محل جدل في سياقه أو بحد ذاته ما هو المتوقع أو ما هو القادم بالنسبة لهذا الملف في قادم الأيام بالنسبة للمعتقلين أولا ما أذكره ما ذكره الأخ موسى النمراني حول خصوص رواكب الفضاء إذا كانت الحكومة الشرعية تصرف رواكبهم فإن هذا القضاء ليس عليهم جرد أما يحاكم الشراب يحاكم الناس ويحاكم من يعمل مع الشرعية ثم تصرف رواكبهم بهذه القريمة المهروب أن هذا القضاء يفصل ويحال إلى المحاكمة وفقا للقانون لا ننظر إلى الرواتب إنه مقواجر على الحكومة القضاء الذين لا يعملون مع الحكومة والذين هم في خدمات فتصرف رواكبهم ثانيا في خصوص ما يتعلق بالأسراء وتبادل الأسراء تكرارا تكرارا قد نحن زيما الناطورة تعيد هذا المال مرارا وتكرارا الحوثي الحوثي لن يطلق أسير منذ عام 48 والعرب يحاورون إسرائيل ولم يخرجوا إلى نتيجة لكن زيد الخديري في يعني والحوار الذي يجري مع الحوثي بشأن الانتشار أو بشأن الإطلاق المعتقلين إنما هو در الرماد على العيون إنما الحوثي يريد الاستفادة من الوقت لا أقل ولا أثر مع شرعية مع شرعية مرؤمن حديها مع شرعية تستجدي تستجدي لشقرد هذا الممثل للأمم المتحدة بإطلاق المعتقلين وما شبه ذلك الحوثي ميليشية انقلابية تحكم بالحديد والنار لا تحترم لا قانون لا تحترم مواثيق دولية لا تحترم أي من المصوص الذي تقدس الإنسان هذه جماعة تضرب بكل شيء عرض الحائث وبسكوت وبإعاد من ممثلة الأمم المتحدة الذي يغفر عن قرائم الحوثي اليوم اليصل اليوم أو غدا ممثلة الأمم المتحدة غريفة إلى صنعاء فهل يمكن أن يجور المعتقلين في محبتهم أو يطلب الإفراج عنهم لا يمكن الشرعية ظهرت لعجز مريد واليوم لما يطارب خمس سنوات والشباب في سدون الحوثي على منتعز بمدينة الصالح وفي الأمن السياسي وفي كده من هم من أشيب الجنون ومن من أشيب العاهات حرمي من أبسط الفقوق الدواء والماء والغذاء والإساءة وحرقة وحرقة ثيابهم ونجزع ثيابهم وخلهم مخلصين ثياب لكن سيد الخديري كيف يفهم إذن أن ميليشيات الحوثي تقوم بعمل تبادل لأسرى ومعتقلين لكن خارج منظومة الشرعية ليس مع الشرعية تحديدا هناك أشخاص هناك أشخاص يقومون بسببهم الشخصية بتبادل لأسرى لأشخاص ليس عليهم أشخاص التي يكونوا تبادل بهم يتم تبادل لأشخاص مبرمين يتبعون الحوثي بأشخاص يتم تم اعتقالهم من الطرقات ومن المدارس ومن أعمال مكانهم ويتم استزالهم بمبرمين وغتلا ومن أشهر الشرع في ودها الدولة بعمل شخصي لا أكل ولا أكل أشكرك هما الجانب الحكومي تفضل أما الجانب الحكومي ممثلة بقضاء شرعية هذا الذي أتعب الناس ولم نسمع منه أي شيء ورغم أن هناك المظاهرات والإبرابات التي طالبون بها ولم نجد مهم حقيقة في الواقع تجربة هذه الجرائم عبد الحوثي اليوم الشباب حاتمون وهناك قرار صدر من مجلس القضاء بنقل اتصاف المحكمة الجزائية من صنعاء إلى مارد وإلى اليوم القضاء المعينين في المحكمة الجزائية والمحكمة الجزائية في مارد لم تمكن من أداء عملها نتيجة نتيجة تعنت مجلس القضاء في عدم لم يصرف لهم مستحقاتهم الذي تعينهم ضمن القاضي يتردد من مارد إلى عدم لمتابعة مستحقات مالية للمحكمة لكن لم تصرف لو حتى لا تقوم المحكمة بالدور المنوط بهذه محاكمة الانتلابين وهذا يدل دلالة واضحة على أن قضاء الشرعية ممثلا بمجلس القضاء ممثلا بمجلس القضاء هو جزء يعني يغض وطف عن عن قرائم الحوثي لعدنا قلنا باري عن كلام كل والوادع يقل ذلك قد سمع الناس ما قلته وبطبيعة الحال للجهة الأخرى القضاء حق الرد بكل تأكيد أشكرك سيد أمين الخديري مدير إدارة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في هذا الحلقة أشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر